ردود فعل عربية ودولية تتوالى عقب توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي نستعرض بعضا منها في واشنطن على سبيل المثال قال الرئيس الامريكي ان اتفاق الرياض هو بداية جيدة جدا على طريق الحل والتوصل الى اتفاق نهائي في اليمن بدوره قال وزير الخارجية الامريكي ان هذه الخطوة كانت مهمة للتحرك نحو حل سياسي شامل للنزاع في اليمن واكدت الحكومة البريطانية ان توقيع الاتفاق خطوة مهمة للحصول على حل شامل سياسي في اليمن ووصف مبعوث الامم المتحدة الى اليمن ما حدث في الرياض بالخطوة المهمة في اطار جهود السلام كما اعتبر الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية توقيع الاتفاق بانه خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على امن اليمن واستقراره ورحبت دولة الامارات العربية المتحدة بالاتفاق واكدت دعمها ومسندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسرم في استقراره وامنه كما ثمن امير الكويت مساعي السعودية في الاسهام بتوحيد الصف اليمني من جانبها رحبت مملكة البحرين بالاتفاق نظرا لاهميته في حفظ امن واستقرار المنطقة وثمن الرئيس المصري الاتفاق ووصفه بالخطوة العظيمة في مصاري حل الازمة وتعزيز وحدة اليمن وترسيخ الاستقرار وكذلك رحب الاردن بالاتفاق ووصفه بالخطوة المهمة في جهود رأب الصدع وفتح افاق للحل السياسي للازمة فيما اشهد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بالاتفاق واكد الامين العام لجامعة الدول العربية ان اتفاق الرياض يحول دون انزلاق اليمن نحو مزيد من الانقسام وبهذا يكون قد اصدل استطار على المشاورات التي تمت رعايتها في جدة منذ مطلع سبتمبر الماضي بغيات توحيد صف جميع المكونات اليمنية المنضوية تحت لواء الشرعية وتجاوز الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظات الجنوبية